السلام عليكم ورحمة الله معكم الطالب المنار بركات من كلية طب الأستان اليوم إن شاء الله رح أبدأ معكم بالبروتينات رح تكون المادة إن شاء الله خفيفة لطيفة عليكم إن شاء الله تفهموا كل إشي و أي سؤال و أي استفسار أنا جاهزة و رح أبلش أشرح على الشيطات لإن السلايدات و غيرها يعني من الكتب و هاد بحثها إن مزرد ضيعة للوقت لهيك إحنا رح نبلش إن شاء الله شيطات إن شاء الله تكون معلومة واصلة مية بالمية لكل الطلاب و إن شاء الله تستفيدوا علي و إن شاء الله أدر أفيدكم يعني بكل ما عندي منطاقة وقوة إن شاء الله يا رب و الله يوفقوا جميعا هلأ أول إشي رح نبلش عن الفاتي أسد رح نعيد نعمل للي حكاها الدكتور بي الفصل الأول إذا الكل بيتذكر عن الليبتز كل هيطنا مثل ما بنعرف إنه هو عبارة عن غليسيرو أنت ثري فاتي أسد أوكي هلأ بالنسبة للفاتي أسد إحنا بنعرف إنه كل واحد منهم بتكون من هيدروكاربونشين أنت الكاربوكسيليك أوكي هلأ بالنسبة للغليسيرو هو بيحتوي على ثلاثة هيدروكسيل أوكي إذن هو شو مالو هو كحول ثلاثي لهايدروكسيل أوكي فهلأ هون عم بحكي لك إنه من شو بكوون بحكي لك إنه مكوون من ثلاثة طبعا مربوطين إذن شو نوع الرابطة اللي موجودة بين إذن لشو لشو لأنه زي ما حكينا إنه في عندها ثلاثة أركوهول هذا نفس ما حكينا إنه الغليسيرول مكون من ثلاثة هيدروكسيل غروب that can be esterified with the كاربوكسيل غروب of the fatty acid forming the triacyl glycerol triacyl glycerol is known as oil fat and tri glyceride أوكي يعني هلأ أنا triacyl glycerol بدر أسمي oil أو بدر أسمي fat اللي هم الزيت أو الدهنة أو بدر أسمي triacyl glycerol هي tri glyceride هلأ هون عم بيحكي لك إنه arrangement the atoms بالpicture اللي شرحنا عنها قبل شوي إنها مكونة من ester points نفس ما حكينا هلأ عم بيحكي لك إنه ester points شو اسمه ممكن إني أحللها ل fatty assets and and الكوحول اللي هو glycerol يعني ester points اللي موجودة بين glycerol وال fatty assets ممكن إنها تتحلل عشان تعطينا glycerol and what and fatty assets هلأ عم بيحكي لنا عن fatty assets بيحكي لإنه fatty assets ممكن إنه يرتبط ب ester group لما يرتبط ب ester linkage ويكون لي ester group is referred as an asset اللي هي replacing lk تذكروا هلأ لما كنا نحكي عن مثلا أي fatty assets مثلا بيوترك asset كنا بنحكي بيوترك ما كنا عم نحكي إنه مثلا بيوتريل لا كنا عم نحكي بيوترك هلأ لما يرتبط ب ester group اللي هي لما يصير يرتبط ب ester bond عفوا رح يصير اسمه بيوتريل co A هذا كل اللي بديحكي لنا إياه إنه بنستبدل IC ب أسل هلأ بحكينا عن structure للفاتي أسد مكون من long hydrocarbon chain that ends with carboxyl group so they are carboxylic acid ده في صباحة كينا إنه أصلا تعتبر carboxylic acid بحكي لي إنه they are also weak acid هلأ هاي لازم تفهموها كويس كيف يعني إنها هي weak acid يعني عندها ال pH عند إياها ما يكون يعني مش واحد واثنين إنه يكون strong acid لا هم الفاتي acid يعتبروا what weak assets أوكي هلأ ال BK عندهم 4.8 هلأ على 4.8 أنا إذا بذكت هاي المادة الفاتي acid رحت حطيتها بوسط ال pH 4.8 أوكي نص الفاتي acid رح يصير له ان ايونايز فوع عند النص الثاني شو رح يصير له رح يكون عادي يعني non ايونايز فهذا على شو على ال BK الخاص إلو بحكي لي هون إنه فوق 4.8 اللي هي اللي كنا نحكي عنها قبل شوي اللي هي الخاص بال بالفاتي acid إذا حطينا على pH أعلى من 4.8 الفاتي acid would be mainly present as an anion why an anion لإنه هلأ انت مسكت حمض رح تحطيته بوسط قاعدة بشكل طبيعي إنه الحمض رح يفقد ال H plus ورح يعطيها لمين رح يعطيها لل قاعدة فعشان هيك إحنا لما نحطه بوسط أعلى من أصلا البك الخاص إلو رح يصير له كله ان ionized form يعني كله رح يفقد رح يفقد ال H plus رح 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 يكون رح in an ionized form على شكل أنيون اللي هو رح هلأ هلأ هون عم بحكيلي إنه كيف أنا عندي فاتي أسد وسواء كان شورتتشين لونجتشين أو غيره إنه كيف بدي أسمي وأرقم الكاربونز الموجودة بالفاتي أسد اتصف هلأ هون مثلا بحكيلي إنه هاي مثلا هاده الفاتي أسد مكون من 18 كاربون على سبيل المثال بحكيلي هون إنه كيف بدي أرقمهم أول إشي كنا إحنا مثلا إحنا أي إنسان بديه بلاش يعد بلاش يعد من الكاربوكس الجروب اللي شلعنا هي الفونكشنال جروب اللي بدي أبلش من أعد من أعد من عندها فهلأ رح أحكي إنه هاي ون هاي تو هاي ثري وهكذا رح نضلا نمشي بس إحنا صدفنا إنه الفاتي أسد الموجودين أصلا في أجسامنا هم معظمهم إنهم بلونجتشين فعشان نسهل الإدراسة علينا ونسهل ترقيمهم رح نبلش فيهم إنه إيش نحكي عنها أول كاربون تبعتي كاربوكس الجروب نستثنيها شوي ورح نبلش نعد من تاني كاربون على أساس إنها ألفا على أساس إنها شو أساس إنها ألفا وهدي عبارة عن غريك لترز غريك وات غريك لترز اللي هي ألفا بيتا وهكذا لحتى نوصلنا مين للقاما وصلنا للقاما هلالإشي المطلوب منكم إنكم تدرسوا هو عبارة عن بس الألفا والبيتا إنكم تعرفوها والقاما تعرفوها كإسم عفوان الأوميجا عفوان الأوميجا لازم تعرفوها كشو كإسم إنها هي عبارة عن آخر كاربون إن دا فاتي أسسد ليش؟ لأنها رح تلزمنا في اللونغ تشين رح نبلش نعد من أوميجا مثلا إنه هون مثلا بس يكون فاتي أسد هلأ جايين عليه إنه نبلش نحكي إنها هاي أوميجا بنحكي مثلا أوميجا وهكذا بس أهم إشي أنكم تعرفو ألفا بيتا أوميجا أوكي هاد دفت الشي إنه عم بحكي لك هون هاي عم بحكي لك إنه بكون في أكتر من عشرين كاربون فعشان هيك إحنا لاجأنا لإنه ما نرقمهم ترقيم فااااستخدمنا إنه استخدمنا اللي جريك الليترز وهنا device عم بحكي لك إنه بكون الهايدرو كاربون شي بل 했어 بل ه invit يا فاتي말 إنمر إلي هي عدد الكاربemale إذا فاتي أسد بتكون دائما إيفodu اللي هي بتكون إما اما 18 وهكذا هلا هون عم بحكي لك انه الفاتح اسد يلا عنده zero double bond ش يعني zero double bond يعني ما في اي double bond ايش انا بعتبره انذير hydrocarbon chain بعتبره saturated يعني مشبع يعني شو يعني مشبع هلا الhydrocarbon chain can contain one اللي هي شو one double bond فلما يكون one double bond بكون اسمه mono unsaturated fatty acid لما يكون more than one double bond بحكي عنه poly unsaturated fatty acid وهكذا هلا هون عم بحكي لك عن ال unsaturated fatty acid يعني متلا هاد عبارة عن شو عبارة هيتو unsaturated fatty acid نبلش في هادول هاي سبعة متلا هاي سبعة كربونات هاي تمانية هاي تسعة اوكي بمعينة هاي التاسعة اذا كيف هلا بدنا نبلش انرقم هون يعني هادا هاي الصيغة انا كيف كتبتها اول اشي عدد دي كاربونز اللي هنه 18 كاربون نفس ما حكينا انه لازم تكون even not odd number of the carboxic acid فهلا هون 18 كاربون عبارة عن الفاتي اسد اللي عندنا ال unsaturated fatty acid اللي عندنا هلا هون تينين هاي بتدل على انه انا في عندي two double bond اللي هما موجودين عندي اللي هو اصلا unsaturated fatty acid واش هما اصلا تلقي من double bond على اي كاربونز بكون على carbon number nine and camera number 12 اوكي وهاي صيغة تانية انه بحكي لك انه هون 18 وهون تسعة وهون اطناش يعني انه ايش هاي 18 كاربون وهاي على ال carbon number nine انه في عندي اا يعني اللي هو double bond وعندي على ال carbon number 12 اللي هو بردو double bond تانية هلا ايش اسم هادا الفاتي اسد راح احكي لكم هلا في تابل انكم تحفظوه اا كتير مهم انكم تحفظو الاسماء كتير مهم كتير مهم يعني الدكتور بحب الاسماء وبحب هادا التابل كتير وبجيب عليه اسئلة وهلا بحكي لكم كيف السؤال ممكن يجي عليه هلا اللينوليك اسد مالو بحكي لي هادا الكارب هادا الفاتي اسد عبارة عن 18 كاربون اللي هو انساتشوريتد اا علام تسعة وعلى اطناش عندو two double points هلا ممكن انا اسميه شو اوميجا سكس اذا شو ممكن اسميه لينوليك اسد اوميجا سكس حلو كيف اوميجا سكس هاي الاميجا بما انو هلا كنت عم بحكي لكم انكم لازم تحفظو بس الفا وبيتا اوميجا اوميجا كيف بدي ارقم من عندها اوميجا من على طول بحكي اوميجا سكس بغض النظر عن عدد الانساتشوريتد اا عدد الدبل بونت الموجودين في الانساتشوريتد الفاتي اسد بحكي على طول اول ما اشوف اقرب اا اا دبل بونت للأوميجا كاربون على طول بحكي انها وات اوميجا وببلش قاعد من عندها وبشوف الرقم وبكتبه اللي هي اوميجا سكس هون اللي لا ليك اسد هون نفس الشي عم بحكي لك انه انا another way of referring to structure of ancestrality asset is counting from the carboxyl group side and writing the number of carbons with the double points after the number of all carbons as shown above يعني نفس ما حكينا انه بعد ما تحطي اا عدد الكل الكاربون اللي هم الطمنتاش اللي حكينا عنهم برد بحط is to the numbers of double bonds هلا بحكي لك another way to counting from the side of the omega carbon هلا لاحكينا هاله هي من الاميجا اللي هي اخر carbon in the what the unsaturated acid او الفاتي اسد بشكل طبيعي اي فاتي اسد يعني سواء can saturated or unsaturated and the writing of the number of only the first carbon with a double bond هياتها نفس ما حكيت لكم يعني مهما كان عدد الدبل بوند الموجودين في الفاتي اسد ما رح يهمني انا رح اوخد بس هاي في حالة الاميجا ده بدي اكتبها هاشكي الاميجا رح اوخد بس اول كاربون عليها الدبل بوند وبحط رقمها وخلص اخلصنا هلا هون عم بحكي لي انه هدول الفاتي اسد الموجودين اه بي الاروز الاسهم اللي هما المطلوبين انكم تحفظوهم حلو هلا الهما مين اللي بيوتريك اسد بيوتريك اسد طبعا كيف تكم تحفظوهم اللي بيوتريك اسد كتير سهل يعني من تتذكروا من ناحية الميثان ايثان يعني هدول اللي بكونوا ميث ايث هلا مش فيه كان بيوت البيوت ايش كان فور اوكي هلا البيوتريك لا تذكروا بيوتان على اطول لبيوتريك اسد ايش كان عندي ايها انه شو هو عبارة عن ستوريت الدفاتي اسد هو عبارة عن شورتيتشين لانه عبارة عن اياتو مش example clarbon جست اياه مكتوب بس وبسúsica الع correspondent هلا شو اللي مفروض كمان تحفظوهم غير البيوتريك اسد على طول بتتبار ايش البالتك اسد البالتك اسد يعني سهل من بعدي على طول 16 يعني من بعد الاربع اللي هو الصغير اللي بيوتريك اللي انا هكتلكم عنه عندي اياها بالماتيك. سهل ما بضيع. البالماتيك 16 وهي بار عن ساتوريتد. هلأ بس يبلج يحكي لك بالماتيك. اوكي. يعني هلأ بالماتيك. يعني هلأ حط اشي جديد عليه. لما تشوفوا اوليك اه لينولويك هيك اشياء. اعرفوا انه بلشت شو. يبكون في عندي انساتوريتد فاتي اصد. اوكي. هلأ بلش عندي بالماتيك. اوكي. اللي هو اه 16. وعنده ون دبل بوند. يعني هو ايش انساتوريتد فاتي اصد. مو انساتوريتد فاتيك. حلو. هلأ عنده 16. وعنده اه ون دبل بوند. اللي هي على الكاربون نمبر وات ناين. حلو. هلأ بعدهم. هلأ خلصنا عائلة البالماتيك اصد. هلأ رح نبلش بالاستريك. الاستريك شو ما له? الاستريك اه كتير سهل. اللي هو 18 اه كاربون هو ساتوريتد بدون اي اه دبل بوند. هلأ بيجي عنا الاوليك اسد. الاوليك اسد مبين. يعني بعد الاستريك اوليك اوكي. ادي اه في الاوليك حكيت لكم بس يجي اوليك اه ليك هيك اشياء اعرفوا انو شو. انو على طول اه في عندي اه هو انساتوريتد وفي عندي دبل بوند يعني رح تكون سواء واحدة او اكتر. فهلأ هون بالاوليك عندي اياه عبارة عن طمنطاشر كاربون وفي اه وان دبل بوند اللي هو على الكاربون النمبر اه تسعة. هلأ عم بيحكي لي هون عن اللينوليك اسد. انتبهي او انتبه انو اللينوليك غير عن اللينولينك. اللينوليك عبارة عن طمنطاش وعبارة عن دبل بوند فيهو على الكاربوني رقم تسعة وعلى الكاربوني رقم اتناش. اه اللينولينك انتو اعرفوا انو من ناحية هياتا احنا استعدنا فعالة الاوليك لما الاوليك يعني بتكون هي الاقل لمبر كاربونز. متل هون كيف البالمتوليك اسد كانت ستاشو عندها اه شو اسمه دبل بوند. هلأ هون اللينوليك اسد هلأ عبارة عن شو عن تيرين. اه شو اسمه دبل بوند. لا لانو الاوليك اخذت اللي هي دبل بوند. فهلأ اللينوليك اسد عبارة عن طمنطاش واثنين اللي هم تسعة واثناش على الكاربونات هدول. اللينولينك يعرف على طول اللي هم تلاتة. اه شو اسمه تلاتة دبل بوند عندها على التسعة وعلى اتناش وعلى خمستاش. ظلت الوحدة اللي هي مكتر مبينة وكتر واضحة اللي هي الاراكيدونيك اسد اللي هي عبارة عن عشرين كاربون عبارة عن اربعة اه اربعة دبل بوند. اه شو اسمه موجودين على الكاربون الرقم خمسة تمانية احداش اربعطاش. هلأ الدكتور كيف بيجيب السؤال عليه. جابلنا السؤال بالمد. لانها كانت داخل هاد الشيت معنا في المد. ودخل برضو بالفاينل يعني ما توكلو هام يعني. بس اه قد جابلنا سؤال انه مثلا انا كان في عندي استيريك اسد. اه عملتله على الكاربون نمبر ناين. اه انه شلت منه توهايدروجين مثلا. فانه انا لما اشيل توهايدروجين يعني انا شو بعمل? انا عم بكون رابطة ثنائية. طب انا لما اكون رابطة ثنائية هاي شو? هاي عبارة عن دبل بوند. طب على كاربون نمبر تسعة. طب مين الفاتي اسد هيك جابلنا ياه. مين الفاتي اسد يلي بكون يلي راح ينتج من هذا الاشي. يلي هو الاكسدة تبعت هيك اشي. انه ازا شلت توهايدروجين بوند من الكاربون نمبر ناين. من اللي راح ينتج? اكيد الاوليك اسد. ليه الاوليك اسد? لانه هياته. حكي لك ان هو عبارة عن 18 كاربون. اللي هو بيشبه الاستيريك اسد. بس اللهم على الكاربون نمبر ناين. عندي هلا راح يلجا يحكي لنا عن بحكي لي ان هو يعني هو اكتر مصدر للطاقة يعني 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 بيعطينا اكتر مصدر في الجسم. بيعطينا طاقة. هو مين? هو عبارة عن بحكي ليش? انه معروف ان الفات يعني كمية الطاقة فيها كتير عالية. وهلا منشوف انه كيف. اهلا بحكي لنا انه هو بيخزن الطاقة نفس ما حكي هنا. وهو اه كتير اه كفو او كتير جيد انه يخزن لنا الطاقة مقارنة في الكاربوهيدريت. اذا مين هو اللي هو الفاتي اسد او اللي هو 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 كلمت loose.owers س kaz in. افو عالية افو اوكي. اه هلا افو جرام من الفات يحكي لي بروض اتسعى كيلو كالوري. هلا انا مساكت وين جرام من الفات اعملت لها افسد راح تعطيني تسع كيلو كالوري. مقارنة اذا مساكت من الكاربوهيدرات جرام واحد يعني نفسي لانا مسكتها من الفاتس رح يعطيني ادى أربع كيلو كالوري بير جرام بروفايدد باي كربوهيدرات يعني الكربوهيدرات رح تطينا اه كمية طاقة اقل يعني اه اقل من الفاتس يعني الفاتس رح تطينا الضعف من الطاقة اللي رح تطيناها الكربوهيدرات هلأ اخبرنا بالنسبة للفات عبارة عن هيدروفوبك يعني هي مش محبة للمي يعني هي دائما بس تشوف الماء بتبعد عنه هلا بحكي لي عشان هيك الخلايا بتخزن الطاقة موجودة بالفاتس على شكل انهايدرس فورم كيف يعني انهايدرس فورم يعني ما في ماء من مرة بحكي لي بينما الكربوهايدرات الكربوهايدرات مثلا هي عبارة عن هيدروفلك بحكي لي يلي بتمتص 2 جرامز of water per gram of كربوهايدرات which is inefficient لانه مثلا احنا اخذنا 1 جرام من الفاتس وحكينا بيندوش 9 كيلو كالوري اخذنا 1 جرام من الكربوهايدرات حكينا بيندوش 4 كيلو كالوري حلو هلا ال 1 جرام من الكربوهايدرات هاد بيحتاج برضو الى 2 جرام يعني ضعفه تخيلي من الماء عساس انه يعطيني يعطيني كمية الطاقة اللي انا اصلا بدي احرقها ويعطيني كمية الكالوريز اللي بتنتجها نفس الفات وهيك وهلأ يعني بوضح لكم اكتر عم بحكيلي انه الادلت انه احنا بالنسبة للويت اللي عندنا الوزن بحكيلي انه هلأ ناخد انه واحد طبيعي اللي هو من ستين لخمسة وستين كيلو جرام عنده عشرة كيلو جرام بس عبارة عن فاتس اوكي العشرة كيلو جرام هدول الفاتس قدي بدهم يعطونا كيلو كالوري احنا مش حكينا هلأ الواحد جرام رح يعطيني تسعة كيلو كالوري طب العشرة كيلو جرام انتبهوا ميلي جرام وكيلو جرام العشرة كيلو جرام يعني عشرة في عشرة قوة ثلاث يعني عشرة الاف جرام قدي رح يعطيني هلا الواحد رح يعطيني تسعة طب العشر الاف قدر رح يعطيني عشر الاف في تسعة رح يعطيني تسع عين الف كيلو كالوري هلا انا كل يوم رح احتاج الفين كيلو كالوري من التسعين الف هدول اللي زود لي اياهم اللي هم من الفات اللي عندي يعني انا بقدر اضلني استخدم الفاتس الموجودين في جسمي اللي هم من 10 كيلو جرامز لمدة 45 يوم اني استهلكهم كلياتهم وبعديها خلاص رح ينفذ الفاتس اللي عندي الموجودة في جسمي بحكيلي بعدا انه ايش طيب الماس من الكربوهايدرات اللي انا اصلا بحتاجها عشان اصلا يزود لي نفس كمية من الطاقة اللي زود لي اياها من الفاتس كمية الكربوهايدرات هلا احنا مش حكينا انه 1 جرام من الكربوهايدرات رح يعطيني 4 كيلو كالوري حلو هلا انا ادي جرام من الكربوهايدرات رح يعطيني 90 الف كيلو كالوري اللي عطني اياهم اصلا الفات فلهيك بدرب درب تبها دولي رح يصفي 90 الف على 4 رح يطلع عندي 22500 جرام هلا بدي احولها للكيلو جرام برح بقسم على الف اكيد لانه زي ما بتعرفه بنطلع نقسم ننزل منضرب هاي الاشياء تبعت الرياضيات يعني فرح يطلع عندي 22500 جرام من الكربوهايدرات هلا بحكي لي الكربوهايدرات نفس ما بنعرف انه 1 جرام رح يمتص ضعفه من المي طب هلا 22.5 كيلو جرام قدي رح يمتص من المي اكيد رح يمتص عندي 2 من ضربه لهو 45 كيلو جرام هلا مقارنة في 10 كيلو جرام من الفات انا رح احتاج 67.5 كيلو جرام من الكربوهايدرات والواتر عشان يعطوني الشو عشان يعطوني الكالوريز اللي انا اصلا بزود ليها الجسم مقارنة يعني هلا عم بقارن لي بين الفات شو بيقارن لي بين الكربوهايدرات انه الفات الستورج تبعها كتير افشنت مقارنة في مين مقارنة بالكاربوهايدرات لانه انا رح احتاج كمية كبيرة من الكاربوهايدرات إذا كنت تعطيني نفس الكالوريز اللي رح تعطيني إيها المين يعني نفس الطاقة أو يعني اللي هي الكالوريز يعني اللي رح تعطيني إيها الفات هلا عم بحكيلي إنه الفاتي أسيد عم بحكيلي إنه إحنا المتعارف عليه وهذا الإشي غلط إنه أنا بستخدم الفاتي أسيد بس في البرونجد فاستينج بس هو فعليا انا ما عم باستخدمه بس بالبرولينجد فاستنج لا انا عم باستخدمه بثوين الميلز برضو بين الوجبات فانا عم باستخدم الفاتي ازد عم بحكيلي هلا بعد ما انا اخزن اللي هم الاكسس كاربوهايدرات اللي هي على شكل كلايكوجين عم تكون مفيرتت تودا فات وبحول جزء من الكاربوهايدرات اللي هوا اللي بكون اكسس بروح بحوله لفات بحكيلي وين الديجشن والأبسوربشن للكاربوهايدرات يخلص بحكيلي السعوس للانرجي رح يكون فات اقين يعني انا ما عم باستخدم بس كاربوهايدرات وما باستخدم اصلا الفات بس بالبرولينجد فاستنج زي ما هو عم يدعو او عم يحكو لا انا عم باستخدمها برضو بتوين الميلز حلو اهلا عم بحكيلي هون بالنسبة فبالنتيجة انا عم باستخدم الفاتي اسد اهلا عم بحكيلي انه الميلز حلو ليش هلا شوفي الكلو كوز نحنا حكينا انه الكاربوهايدرات بشكل عام هي هيدروفليك اوكي شاني هيدروفليك انا بتحب الماء يعني دايما بتكون موجودة في الفلويتس هيك يعني بتكون معهم بس بالنسبة لالفات مثلا لا بدها تكون موجودة بوسط ما فيه ما فيه ما فيه هاي الاشياء بده تكون موجودة بعيد عنهم فعشان هيك عم بحكيلي انه الفاتي اسد او بشكل عام بس الكلو كوز موجودة في الاكسترسيرو الفلويد انا عم بحكيلي الاماونت من الكاربوهايدرات ان بشكل عام بحكيلي انه الكاربوهايدرات هي هيدروفليك فبتحب الفلويتس بينما الفاتي اسد فهي هيدروفوبيك فانها بتكره الماء بتكره الفلويتس اصلا كلها هلا عم بحكيلي بينما الخلية بتحضر الفاتي اسد وبتعتمد عليهم عشان الانيرجي حتى ولو انه كانوا موجودين في الاماونت يعني بكمية كتر قليلة برضو لسه الفاتي اسد تعتبر كميجر سورس هلا عم بحكيلي عن الفيو تايب ما اخذ الفاتي اسد وما اخذ الكلو كوز حلو ما اخذ الاماونت انه الفلويتس ما فيها فاتي اسد بشكل كتير كبير وفيها كلو كوز بشكل كتير كبير وهي النتائج وهي الارقام هي دليل على ذلك الفاتي اسد عبارة عن نص قرام موجودة في الفلويتس بينما الكلو كوز عبارة عن عشرين جرام الموجودين في الفلويتس هلا انا مقارنة بالفاتس اا بالنسبة للكلو كوز انا عم بستخدم بس سبعين جرام باللتناشر ساعة لما اكون صايمة عن اتناشر ساعة اوكي ويكون في عندي فاتس ويكون في عندي موجود نص قرام وانا موجود عندي غلوكوز 20 جرام رح استخدم 70 جرام وانا صايمة بال 12 ساعة بينما رح استخدم الفاتي اسد تخيلي هو نص جرام رح استخدم 60 جرام بالساعة عفوا بال 12 ساعة فيعني انا عم باستخدم كميات كبيرة من الفاتي اسد مع انها هي كميتها كتير قليلة موجودة في الفلويتس طب كيف هذا الحكي رح يصير رح يصير لانه الخلية كل ما تستهلك الفاتي اسد الموجودين في الفلويتس على طول بتجده بواحد اجدد منه فلهيك بيضلهم ياخدوا يعني التيرنوفر اللي هو معدل التجديد والاستهلاك يعني استهلاك وانتاج استهلاك وانتاج وهكذا اللي هو بكون مستمر في الخلية عشان هيك انا رح استخدم 60 جرام مقارنة في 12 ساعة مقارنة بالجلوكوز اللي رح استخدم 70 جرام بال 12 ساعة مع انه هو اكتر اصلا موجود في الفلويتس وهذا عم بحكيلي عن نفس الشيء انه عم بحكيلي ان القمات من الفاتي اسد الموجودين في البلازما والاكسسير الفلويتس بيساوي نصف جرام بينما الفاتي اسد الفاتي اسد بال 12 ساعة من الفاستنج بيستخدم فيه 60 جرام فعم بحكيلي انه كيف كيف هاد الحكي بيصير لانه البودي نفس ما هي مكاتبة انه كونتينيوسلي اتس فاتي اسد to the fluid and they are كونتينيوسلي يوز يعني معدل في عندي تيرن اوفر هاياتو نفس مهم كاتبين له في عندي تيرن اوفر حلو نفس ما هيكينا قبل شوي انه انا عم بستخدم معدل تيرن اوفر لالفاتي اسد از متش اير دان اغلوكوز هاد كل الكل بدي يحكولكو اياي يعني مش هالاشي بس انكم تعرفوا انه معدل تيرن اوفر لالفاتي اسد از متش اير دان اغلوكوز فاتي اسد كتير اعلى من الكلوكوز يعني من القربوهيدراتي بشكل عام هلا عم بحكيلي هون عن الميتابولايد عن الاعفن يعني انا كيف بدي احرك الموجودين في الادبوستيشو كيف بدي احرككم واطلعهم على الانادر تيشوز مثل المسلز مثلا كثير بحاج الافاتي اسد متل الليفر وغيرها فهلا بحكيلي هاد الاشي بحتاج الهيرمون الهيرمونات يعني او الهيرمونات يعني او الهيرموني بشكل عام عم بحكيلي انو الفاتس بتتخزن في الادبوستيشو بشكل يعني 90 بالمية من الفاتس بتتخزن في الادبوستيشو حلو ليش لانه هي اصلا وظيفتها الاساسية هيا اعطوا تسعين بالمئة من الفوليوم من حجم الأديبو سايتس إز ترائس لغليسرول اللي هي ستورج أو ستورينج فات اللي هي إز إتس أونلي فانكشن يعني وظيفتها الوحيدة إنها تخزن الفاتي أسد بحكي لي لما أكون بحاجة الفاتي أسد يعني لشكل طاقة لغيرها رح أكون رح أبلش أحلل بلترائس لغليسرول ورح أحللها لشو لا أكيد غليسرول لفاتي أسد فعم بحكي لي وبعدين رح أنقل الفاتي أسد لوين للأذر تيشوز هياته عم بحكي لي إنه عم بنقلهم للأذر تيشوز and this way of fat هياتها being used by other tissues as fatty acid بحكي لي إنه so there should be a way of communication between the cells ما حكينا انو كيف تتعرف مثلا الادبو السايت انو انا لازم بالله هلا اني احلل الادبو السايت عن طريق الهرمونات هيا طعم بحكي لي عن طريق الهرمونات كيف يعني انا عم بروح كهرمون عم بينفرز من الجسم عم بروح على الادبو ستشو عم بحكي لهم انو انتو لازم هلا تكسروا ترائس الاغليسرول لمن لا اه لا اغليسرول اند ثري فاتي اسس هلا عم بحكي لي الهايدروليسس ري اكشن ترائس الاغليسرول is fever able كيف يعني fever able يعني هو عم يعصينا انيرجي مش عم بياخد انيرجي يعني هو اه تفاعل تلقائي اه but all اه but as all reactions it needs an enzyme يعني هي مش رح تحدث اكيد يعني مثل اي تفاعل في الجسم مش رح تحدث بدون انزيم فاش هو اسم الانزيم اللي رح يكسر لي ترائس الاغليسرول لاغليسرول اند فاتي اسس اللي هو اسمه laibase او الهيرمون سينساتيف لايباز ليش اسمه هيرمون سينساتيف لايباز لانه نفس ما حكينا انه الهيرمونات هي اللي بتحفز لترائس الاغليسرول انها تتكسر هذا هو النام للانزيم اللي حكينا عنه قبل شوي فهيو هادا عم بحكيلي عن المعادلة انه نترائس الاغليسرول بده ثلاث جزيئات مية اكيد لانه التفاعل شماله هايدروليسز لانه عم بكسر الاستربوند الموجودة بين الاغليسرول اند ثريفاتي اسد عن طريق الانزيم اللايباز عشان يعطيني ثريفاتي اسد اند غليسرول نفس ما حكينا وهو laibase وهو الهيرمون سيستيف لايباز نفسه هلا عم بحكيلي ايش هو الهيرمونات يلي بيعملي اكتيفاشن للايباز يعني يحثه انه يعمل التفاعل اللي هو عبارة عن الكلوكاجون عبارة عن الايبينيفرين عبارة عن النوريبينيفرين and الاي سي تي اتش هلا رح نيجي لكل واحد عم بحكيلي عن الكلوكاجون ثم لايباز احنا معروفين انه لما موجود treatment الآن بالنسبة للإبني فرين والنور إبني فرين كرياتنا منعرف أنهم ينفرزوا بحالات الاسترسفول فعشان هيك إحنا بحالات الاسترسفول إحنا بحاجة لشو لإنرجي فعشان هيك رح ينفرز جسم إبني فرين والنور إبني فرين عشان يحلل الترائيس رجزرول فعندي الاستي اتش بيحكيلي نفس الإبني فرين والنور إبني فرين اللي في حالة الاسترسفول بيحكيلي which also means energy needed هلا بديو يحكيلي عن الميكانيزم اللي بتشتغل فيها الهرمونات إنه كيف راح لهم صلى أسطى محمد راح يتحث على إنه يتحلت رائس رجزرول بيحكيلي إنه بيشبه عملية الكاربوهيدرات الميتابوليزم عن طريق اللي هم مثل نفس الشيء هلا بحالة لا عفوا كيف يعني له يعني ما في عندي أنا من مرة فبيبلش يكسر في الموجود عنا في الجسم هلا في عندي اللي هم الهرمونات اللي هم الإبني فرين والجلوكاجون راح ينفرزوا ورح يرتبطوا بالريسبترز الموجودين على الخلايا فبيحكيلي هادا البايندينج راح يعمل لي تحفيز للأدينيلايت سايكليز الأدينيلايت سايكليز يلي راح يحول للأي تي بي للسايكلك اي ام بي والسايكلك اي ام بي بالنسبة للفنكشن تابعه هو بيشتغل كسيجنالينج لمين للهرمونات إنه هو مرتبط بالريسبتور إنه أنا في عندي هرمونات مرتبط بالريسبتور تاعه موجود على السطح الخلية مين يعني يعني اللي هي الساكلك اي ام بي بعد ما يتم يعني تحولهriel عن طريق الـ لادينيلايت سايكليز هلأ بيچي هادا شو وظيفته هادا الاشي بروح اللي هو الساكلك اي ام بي بروح على البروتين كاينيز البروتين كاينيز بيعمله أكتي فيشن هسالبروتين كاينيز هادا بيحاط فوسفيت جروب لماني إنزايمز بيعمل لهم أكتي فيشن طبعا بما انه بيعمل لكتير إنزامز راح يكون واحد منهم اللي هو هيرمون سنستفلايباز بحكيلي اللي رح يعمل عن طريق الفوسفوريليشن فهو رح يكون بالفوسفوريليتد فورم هو بالنسبة للهيرمون سنستفلايباز عم بحكيلي انه الكونفيرتينج للإتراعي سينيغليسرول للفاتي أسد رح يتحول عن طريق هذا الهيرمون لا عفوا لدي أسريغليسرول هكي المفروض هيكي المفروض او انه يحول لدي أسريغليسرول يكسر ليها لشو لدي أسريغليسرول هكي هاي المعادل اللي هم كاتبين لكم ايها او الدكتور حكي عنها بس هي بشكل عام بتكون مثلا فبيعطيني اول شي داي أسريغليسرول وبعدين اذا بحاجه الى كمان انه كسر رح يعطيني داي أسريغليسرول رح تتحول الى منوء أسريغليسرول ها هي بشكل عام وطبعا رح يطلع عندي حسب اما واحد فاتي أسد او اثنين او ثلاثة وهيك هلا عم بحكيلي الريجوليشن هير اس دام باي فوسفوريليشن كيبل فوسفوريليشن بالطريقة اللي حكينا عنها اللي هي عن طريق الهرمونات وبعدين عن طريق اللي بيعمل فوسفوريليشن للمين للإنزايم يلي بيعمله اكتيفاشن بحكيلي جينيرال رول لما انت تحطي فوسفاتي جروب هذا بيحكيلي انه لازم الخلية تزيد من مستوى الغلوكوز الموجود في الجسم يعني انا بدي اعمل اجلايكو جينولايسز حلو او بدي اعمل اعمل سبير افيلابل حياتها او سبير ذا افيلابل لغلوكوز باي يوزن اذا شوز سو وينوي لوقات ان انزايم لايك هرمون سيستفلاي باي باي بيحكيلي طب شوفوا الفنكشن طبع الهرمون سيستفلاي باي بايز انه يزود لي بديل عن اللغلوكوز طبعا ليش لانه اللغلوكوز هونو مستوى في الجسم كتير قليل فبدي اشي كمان يعود عن اللغلوكوز اللي هو مين اكيد الفاتي اسس اذا اكتب فورم للهرمون سيستفلاي باي بايز هو الفسفراليتد فورم بيحكيلي انه بيحكيلي نفس الشي انه بيصير على اللغلوكو جين فسفراليز احنا معروف انه اللغلوكو جين عشان اكسره بديه اللغلوكو جين فسفراليز والغلوكو جين فسفراليز شو رح يطيني رح يطيني فبالتالي قليلاتهم رح يقدوا لنفس النتيجة اللي هي زيادة اللغلوكوز في الجسم اهلا عم بيحكيلي هنا واي للغلوكو جين سينثيز يوز اب الغلوكوز رح يكون يعني بشكل عام انا اذا عملت فوسفراليزن لانزايمز رح يكونوا يلي بيزيدوا مستوى اللغلوكوز في الدم بينما اذا عملت شو اسمه يا عفوا اللي بكونوا في حالة ال abus定 ال from earlier which اللي بيزيد السلوكوز في الجسم بينما اللي بكونوا في حالة ال Non-F ơi ههلة هبول اللي بكونوا بيقللوا من مستوى ال�لوكوز في الجسم لازم يكونوا في حالة لانو ما بصير انهم يشتغلوا الطين term الدين term سوا يعني اشغل مثلا بنفس الوقت اشغل الهونا فهذا الاشي كتير غلط يعني انا عم ببني وعم بكسر فانا هاد الحكي ما عبدية فعشان هيك اي اشي بزيد مستوى اي اشي بعمل له وبصرر له اكتيفاشن رح يزيد مستوى الاجلوكوز في الدم بينما اي اشي بعمل له بصرر له اكتيف هذا رح يقليل لمستوى السكر في الدم او الاجلوكوز في الدم وهذا نفس الشي هاي الرسمي التوضيحية عم بحكيلي انه لو ما يكون الاجلوكوز لا بيكون الانسولين كمان برضو لا ورح ينفرز عندي الابنفرين ورح ينفرز عندي الاجلوكوز مثلا رح يكون بالنسبة كتير عالية رح يتبدو على الريسيبتورز ومن نسبة للريسيبتورز رح يتحول منهم الادنى عفوا الادنى لات سايكليز رح يتحول للاتب السايكلك اي ام بي وبايروفوسفيت نحو على طولة حول لي الهرمونات اعفوا الهرمون والباقي الانزيمات لمين؟ الهرمون اللي هو بكون وبحوله ل وبالتالي رح يكسر لي هاد الهرمون رح يكسر لي دائس رح يعمل لي بحفز التفاعل لانو الانزيمات نعرف انو هي ما بتسخل في التفاعل بس هي بتعمل على تحفيز التفاعل اممم فبتحول لي ادعي اسررال لشو لفاتي اسيد انت بنوع اسررير 이커� bedeutet هلا رح هنبلش باشي جديد يلي هو اممممممر عن البيتا اوكسيداشن للفاتي اسيد هلا احنا حكينا عن شو لفاتي اسيد بشكل عام حكينا عن خصائصها وغيرها هلا رح هنبلش عن البيتا اوكسيداشن كيف بدي استخدم الفاتي اسيد طب بعد ما اسرلها تكسير من التراي اسررير بدي أستخدمها هاي الفاتي أسد كالسورسof انيرجي مثلا هالعام بحكي لي أول إشي لازم أعمل اكتيفاشن للفاتي أسد لالاكتيفاشن للفاتي أسد إش اسمها؟ اسمها بيتا اوكسيديشن حلو بحكي لي إنه رح أنقل الفاتي أسد للميتو كاندرية أكيد ليش لأن هالميتو كاندرية هي اللي رح تحول لي الفاتي أسد لشو للسورسف انيرجي يعني اللي هي رح تنتج لأتي بي فبحكي لهذا الرياكشن اسمو بيتا اوكسيديشن and the energy of fatty acids oxidation how are the fatty acids oxidized? كيف تصير للفاتي أسد اوكسيديش؟ بحكي لفاتي أسد اوكسيديشو يعني بصير هاي العملية للفاتي أسد انها بتنتج نفس ما حكينا في الادبوستيشو عن طريق الهرمون سيستفلاي بيز يعني اللي هي في الادبوستيشو بتحلل من ترقس للغيسرول وبتنفك لفاتي أسد وغيسرول فالفاتي أسد بينتج من الادبوستيشو بعدين بيصير اللي هو ترانسبورت انتو البلازما وبعدين من البلازما لالدفرنت تشوز الموجودة في الجسم تبييوز اوكسي اوكسي كنا منعرف فاضل حاكي عم بحكيلي شو التيشوز يلي هي المست اكتف ان يوزن الفاتي أسد اوكسي 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 بحكيلي شو تكون اكيد المسلز لش المسلز لانو احنا عنا المسلز كتير اكتف هي اصلا وبحاجة لكميات كبيرة من الطاقة للكونتراكشن للرننج للموفنج زي ما هم يكاتبين والمسكيلر اكسيز فعشان هيكة هو المست اكتف تشوه يلي بيحتاج للانيرجي انده اه هو المسل فبحكيلي كمان في غيره بيحتاج الفاتي أسد بيستخدمها كسورسف انيرجي اللي هو مين غير المسل اللي هو الليفر بس بشكل عام اكتر اشي بيحتاج الفاتي أسد كسورسف انيرجي اللي هو المسل اللي هو المسل عم بيحكيلي انو بالنسبة للبراين وبنسبة للربيسيز هدولا ما بيستخدموا الفاتي أسد اسسوسف انيرجي ما بيعتمدوا ابدا على الفاتي أسد بيعتمدوا على الجلوكولز فعشان هيكة هلا بنشوف انو الجسم ليش اصلا هو بيستخدم الفاتي أسد مدم وجود في جلوكولز لانو الجلوكولز رح تروح للبراين ورح تروح للربيسيز اللي هم اشياء كتير يعني اشياء في الجسم يعني ضرورية كتير يعني لحياة الجسم لحياة الانسان فعشان هيكة بتروح للاشياء الضرورية اللي هم البرين والربيسيز وبتترك مثلا المسلز اللي هم الاشياء الثانوية لمين للفاتي أسد والكربوهيدرات بتروح للبراين والربيسيز نفس ما هيك انا بحكيلي بنسبة للفاتي أسد احنا كلها منعرف انو الفاتي أسد عبارة عن شو عبارة عن هايدرو كاربونز تشين واخريتها في عندي كاربوكسل جروب بس هي بشكل عام تعتبر هي هايدرو فوبك فعشان هيكة انا راح انقلها في البلازما بمعنو البلازما معظمة ووتر فرح انقل الفاتي أسد عن طريق الالبيومن يلي هو البروتين يلي راح انقل لي الشو الفاتي أسد عند البلازما عم بحكيلي بنسبة للأكسيديشن كلها منعرف انو بتتذكروا تفاعلات الأكسيديشن الاكسيديشن شو هو انك تفقدي او انو يفقد المادة او انو يكسب اكسيجن هلا بحكيلي بنسبة للفاتي أسد اا البيتا كاربون هي الكاربون نمبر تري بينما الالفا كاربون هي الكاربون نمبر تو نفس ما حكينا انو بالنسبة للعد انو بنترك الكاربون نبلش نعد بتانى كاربون يلي هي كاربون نمبر تو بالنسبة للعد الهو العادي بينما بحالة الالجريك لانجوج انا راح ابلش اعد بين الفا بيتا وهكذا فراه تكون alfa نمبر تو وبايتا نمبر اثين يلي نفس ما حكينا حكينا او اميقى بتكون اللي هي الاخيرة الآن بالنسبة لل بتصريليها لانه بيصير في عندي اوكسيديشن على البيتا كاربون اللي هي كاربون نوبر 3 عم بحكيلي هون عن البيتا كاربون نو هي كاربون نوبر 3 في الفاتي اسد فبحكيلي بدل ما انها تكون على شكل CH2 بصير لها اوكسيديشن عشان باينتروديوسنج اوكسيجن تو ات يعني بصير عليها هياتها بدل CH2 بتصير CO اوه هلا هون عم بحكيلي عن البيتا اوكسيديشن يعني انا بشكل عام بدي احكي عن البيتا اوكسيديشن ما رح افصل تفصيل هلا جاينا عليه بعدا بالنسبة الاول ستب رح تكون عندي الاوكسيديشن عن طريق اللي هي جوينينج لمين للفاتي اسد هياته اللي عندي رح اعمل له جوينينج بالكوئي اوكي فراح يصرف عندي اسمه اسل كوئي بس هاي هي فاست ستب يعني هي اكتيفاشن ستب بالنسبة لا هلا هون عم بيسألني انه ليه انا حاطت هاي الاشارة مو حاطت ستريت لان يعني هاي الاشارة اللي محطوطة لانه انا عندي اه 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 هاي انيرجي بوند كيف يعني هاي انيرجي بوند يعني هاي الرابطة اللي تكونت بين الكوئي وبين الفاتي اسد رابطة اه اه شو اسمه فيها طاقة كتير عالية يعني تكسيرها رح يطيني كمية كالوريز كتير عالية وبالتالي انتاجها برضو بيحتاج لكالوريز كتير عالية هلا رح رح نشوف كيف من رح ننتجها بس هاد اللي بحكي لي اياها بحكي لي انه الطاقة اللي رح تنتجها هي تقريبا بتعادل الطاقة يلي اه بتحطمها هياتها اللي هي وعبارة تقريبا عن سبعة ونص كيلو كالوري بيرمون بالنسبة للفاتي اه اسد او فاتي اسد تكوينها فاتي اسد كوئي هلا بالنسبة للستيب دو بحكي لي بالنسبة للستيب دو انه بعد ما انا يتكون عندي الفاتي اسل كوئي اه رح يفوت على الميتو كندري حرو وبالنسبة للجرين وان اللي هي جرين كاربون اللي هي ال اه هاي اللي هي مين اللي هي البيتا كاربون شو رح يصري عليها رح يصري عليها اوكسجن حلو يعني رح تصري لها بترتبط في الاوكسجن هلا رح نحكي كيف كمان يعني الستيب وان هلا خلينا نراجع الستيب وان ايش تضمنت انه الفاتي اسد ارتبط بفاتي اسل كو اي عشان نعمل له اكتيبيشن تاني اشي الستيب تو الفاتي اسل كو اي اللي تكون عنا رح ايش اعمل له رح يصري عليها اوكسجن على البيتا كاربون ورح يتكون عندي اوكسجن جروب اللي هي دبل بوند فها اه الستيب نمبر ثري عم بحكي لي رح يصري في عندي اكليفج اللي هي بريكينج للبوند بتوين الكاربون الفا والكاربون الفا هاي الكاربون الفا هاي الكاربون بيتا رح يصري في عندي شو كليفج ورح ينتج عندي اسل الكو اي هاياتو اسل الكو اي اند اللي هي الاسل الكو اي من جديد كيف رح يصري الكليفج رح نحكي كمان شوي برضو اه رح ندخل عن طريق اضافة الكو اي جديد يعني رح اضيف كو انزين اي هو اللي رح اعمل له هيدروليسيز هونه بتوين الالفا كاربون عند البيتا كاربون هادا اللي هو عم بحكي لي اي هون انو بستب ثري رح يصري في عندي كليفج بين الالفا والبيتا اه رح يطلع عندي الـ two carbon unit with co-enzyme A اللي هي مين اه اللي هي اسل كو اي رح تطلع والبيتا كاربون رح تصير اه كاربون نمبر واي اللي هي بشو بالاسل كو اي اللي طلع عنده جديد اه هي هاتو بالنية اسل كو اي هلأ بحكيلي شو الديفرنس بين الاسل كو ايه يلي في الستيب وان ويلي في الستيب ثري شو الفرق بين الاسل كو ايه لهذا الموجود هون والموجود هون اكيد هاد هاد زيادة على هاد باتنين صح؟ بتينتين كاربون يعني هاد ناقص من هاد بتو كاربونز صح؟ يعني ايش رح يكون الزواب؟ عم بحكيلي انه النبر اف كاربونز اف كاربون اتومز از ديفراند بحكيلي بالنسبة الاسل كو ايه بحكيلي اس تو كاربون لس تو كاربونز وات؟ تو كاربونز لس ايه كتر مهمة تو كاربونز لس ليش؟ لانه رح يطلع عندي اسل كو ايه بكل سايكل لبيتا اف ساديشن والاسل كو ايه عبارة عن شو؟ عبارة عن تو كاربونز هنا عم بحكيلي انه الكاربون نمبر وانه تو طلعوا على شكل اسل كو ايه ولي ضل عبارة عن اسل كو ايه وهنا بحكيلي بالنسبة ايه شو انت بتتوقع انه الاسل كو ايه رح تكون رح يرد مرة تانية فوت بالساكل طبع البيتا اف ساديشن لحد اخر اشي ما يعطيني اللي هما تو كاربونز اللي هما عبارة عن شو؟ عبارة عن اسل كو ايه مع اسل كو ايه وحكذا يعني اخر اشي يكون عندي اسل كو ايه نتجة نهائي يكون في عندي اسل كو ايه ما يكون عندي اسل كو ايه من مره وهذا عم بحكيلي انه تو كاربونز ار بيينج رموفد اذا طايم يكون كل بصور في عندي تو كاربونز رموفد هده هو كل اللي اللي حكي لنا يهون هلا هاده تركيب الكو انظايم ا حلو هلا شو بحكيلي الكو انظايم ايه من شو مكون مكون من ادنين viktig مين الادنينة هيويه ataque اللي هو عبارة عن البيض ايه الادنين يكون من رايبوت ستوجر هذه البتياح يكون من التفاصيل المتحدث عن الريبو السجر مكون من البانتوثينيك أسات هاي البانتوثينيك أسات و بحكيلي بالنسبة للبارت A للبارت B بحكيلي بتشبه كيف يعني بتشبه الـ ADB تذكروا التركيب الـ ATB هلا هذا ليش بشبه الـ ADB انتبهوا الـ ADB ليش؟ لأنه عبارة عن توفوسفيت وريبو السجر وعبارة عن ناتوجين باس إذن شو؟ هو عبارة عن ADB بحكيلي بحكيلي البانتوثينيك أسات عبارة عن فيتامين وبالنسبة للبارت مكون من شو؟ هاي البارت مركبته إثلامين من اسمه إثل إذن هو عبارة عن 2CH2 من اسمه إثل من اسمه إثل تمام يعني في عنده وفي عنده اللي هي الثيول كتير يعني وهي سلفر سلفر فعشان هيكا حكينا انها كتير مهمة وانتو لازم تعرفوها هذا الحكي انه هي بتشبه الـ ADB وهي عبارة عن بانتوثينيك أسات وهو عبارة عن فيتامين وهي عبارة عن بيتاميركابتو إثنون اللي فيها الـ اللي هي عبارة عن من الـ أو الـ SH زي ما بتكوه عم بحكي لي عن الـ نفس ما حكينا وانها هي بتكون لي بس الـ لا هي عبارة عن الثيو إستربوند ليش؟ لأنه أنا في عندي الـ بدل من الـ فعشان هيكا بدل ما تكون القحول صارت هنا فعشان هيكا ما تكون عندي فتكون عندي هياتها طب ايش يعني الثيو؟ ايش بتعني؟ بتعني الثيو انه في عندي سلفر في عندي في عندي سلفر اوكي؟ فعشان هيكا أنا بحكي عنها الثيو ثيو إستر يعني أنا الرابطة فيها سلفر بحكينا عن ثيو إستربوند بحكي لي هي عبارة عن وانلايك الاوردينيري إستربوند يعني هي كمان أقوى من الإستر العادية من الرابطة العادية الإسترية فالثيو إستر كتير رابطة قوية وفيها هاي إنيرجي بالنسبة للـ هون رح يحكي لي هلا أول خطوات البيتا أوكسدييشن الي هي بتصري لها أكتيفاشن للفاتي أسد انه يرتبط كيف بصري لها أكتيفاشن؟ بالصري للفاتي أسد بروح بيرتبط ماين بالكو إنزايم A الكو إنزايم A طبعا كيف رح يرتبط بفاتي أسد؟ عن طريق الثيو الوهاد اللي حكينا عنها وعندنا مزيدناها كتير حكينا عنها هاي الثيوالي جروب رح تطبط بفاتي اسد طبعا هاد الرابطة رح تتكون احنا حكينا انها هي هاي انيرجي اوكي هياتها حكينا كمان هاي الاشارة بتعني انها هاي انيرجي بونج فانا عشان اكون من يعني اكون الرابطة بحاجة لشو لطافة فرح اوخذ الاتب اكسرها لا ام بي اند البيروفوسفيت وهذا التفاعل ريفيرسبل وي ريفيرسبل لانه انا كسرت الاتب وعطاني اي ام بي وبيروفوسفيت بنفس الطاقة اللي انتجت فيها الشو الاسل كو اي من الفاتي اسد اند الوات الكو اي فيعني في عندي رابطة تكونت وبنفس الطاقة تقريبا رابطة هياتها تكسرت فيعني الطاقة اللي تكونت هون بتساوي الرابطة اللي تكسرت هون فتقريبا الدلتة الجي تسي كواتو زيرو فعشان هيك هاي هذا التفاعل بيكون ريفيرسبل وهلا عم بحكيلي انه هذا التفاعل نسمحك هنا انه هو ريفيرسبل هلا بالنسبة للباروفوسفيت اللي نتجت هون راح يحكيلي انها راح يصريلها هيدروليسز انتو عشان بالنهاية يصير التفاعل ريفيرسبل اذا كي بدي احول تفاعل ريفيرسبل لتفاعل ريفيرسبل على طول بدي اخذ بشكل مستمر من احد نواتجه يعني احد النواتج هون على طول بصير اسحبه اسحب منه اللي هو مين احنا اخدنا اخدنا منه اللي هي الحللناها وعطنا طول يعني نتجت عنا اه رابطين تحللات مقارنة رابطة تكونت فعشان هيك الكمية الانيرجي اللي راح تكون بالنواتج راح تكون اكتر اعلى من المتفاعلات فعشان هيك التفاعل اه لاتجاه النواتج هلا عم بحكي لي هون بالنسبة لل اي ام بي اللي تكونت اه هي مستحيل في الجسم تضلها على شكل اي ام بي يعني لازم ترجع على شكل شو على شكل اي تي بي طب هسا انا كيف بدأ رجع على اي ام بي على شكل اي تي بي على طول اي ام بي بتروح اه بتاخد جزي اي تي بي بتاخد منها الفوسفيت وبتتحول لتو اي دي بي يعني اعطت ال اي ام بي فوسفيت وتنا ونتج عندي تو اي دي بي يعني صفة كل التفاعل عندي اياه انه الفاتي اسد اتفاعلت مع ال اه الكونزيم اي تكون عندي فاتي اسد اسد كو اي وحتاجت تو اي تي بي حكينا واحدة عشان التكون الرابطة وشو اسمه والتاني عشان ترجع لي ال اي ام بي ترجع لي هلمين لا اي دي بي فيعني احتاجة تو اي دي بي حلو اي اه وهياتها اللي هي تو اي دي بي والتو ان ارغانيك فوسفيت اللي هي تحللت من نتيجة البيروفوسفيت وهو تفاعل اي ريفرسبل ليش لانه تحللت البيروفوسفيت تمام بس اللي عم بحكينا عن الرياكشن هون بحكيلي انه بالنسبة للثيول الثيول و القو اي لا عفهم اي هيا تبطه الثيول و القو اي تو ام فاسيز ام فاسيز دا زادة الرياكتف بارت اي سي ثيومي لغروب يعني مين من الرياكتف بارت نفس ما حكيي هنا اللي هو الثيومي الكروب هو نفسه اللي بيعمل استر lingوج حلو يحكيلي بالنسبة للبيروفوسفيت عبارة عن اللي اسمهم نفس ما احنا بنحكي. اللي هي عبارة عن الفوسفيت نمبر ثري الموجودين في الاتب. والرست اسمه اه ايش اي ام بي. يعني اللي ضل اسمه اي ام بي. حلا عم بحكيلي هنا انه بنسبة للاتب اه رح يصير لها كنيفج بين الفوسفيت نمبر وان عشان ايش ينتج عني ام بي والبيروفوسفيت نفس ما حكي هنا او بحكيلي نونس دات دس ري اكشن احنا بنحكي عن الفيرست ري اكشن اللي هو هاد عم نحكي عنه انه هو بحكيلي 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 كمان تلعب دور انه اه لو نصلصت محمد انه انه التفاعل يكون او لا عم بحكيلي ليش هاد التفاعل نفس ما حكينا انه احنا عم ننتج موليكيول بكون هاي انيرجي يعني فيه بوند بتكون هاي انيرجي اه بحكيلي اه احنا عم نحط two موليكيول together by a هاي انيرجي بوند. that means that a هاي انيرجي بوند is broken and a هاي انيرجي بوند is formed. so we expect that delta g is very close to zero and the reaction is reversible. يعني يعني هلا انا كسرت رابطة نفس ما حكينا اول شيء وكونت رابطة فعشان هيكة delta g is equal to zero. هلا عم بحكيلي كيف بدي اعمل التفاعل مش مش reversible بدي اعمله irreversible. بحكيلي عن طريق رابطة رموفل لبيروفوسفيت من البروداكت. يعني انا اذا شلت البروداكت واحدة من البروداكت. اه شلتهم على طول بس تنتج. هاد الاشي رح يعمل للتفاعل irreversible. هلا بحكيلي فيه انزيم اسمه بيروفوسفاتيز رح اشي يعمل لي رح يحطيم لي البيروفوسفيت into two inorganic phosphate. اه هيك بخلي تفاعل عم بحكيلي انه. يعني في كتير من التفاعلات الموجودة في جسمنا برضو بصير فيها هاد الاشي. عم بحكيلي we can add the two reactions together. يلي هما واحد واثنين. يلي هما مين واحد واثنين? واحد اللي هو الريفيرسابل رياكشن. والتاني هاي التاني. وهي واحد. هاي التاني اللي هو مين? اللي هو البروفوسفيت عن طريق البروفوسفاتيز. رح يعطيني two inorganic phosphate. رح احطهم مع بعض. رح احطيني هاد. اللي هو الريفيرسابل رياكشن. اللي هو التفاعل number three. اه هلا. هلا هون عم بحكيلي this means two high energy points have been used in ATP. يلي هي اه the first one is between the phosphate number one and number two. نفس ما حكينا يلي هي بدأ اكسر الاتب عشان يعطيني الامبي and the البروفوسفيت. اللي هي ال one بكسر الارابطة بتكون بين phosphate number one and phosphate number two. وتاني رابطة رح اكسرها بين الفوسفيت number two and number three. عشتاتيني two inorganic phosphate. ام. وايل. اه وايل one high energy point is formed. بحكيلي then the reaction becomes irreversible. كيف حكينا الرياكشن بصير irreversible عن طريق اه تكسيره. الباروفوسفيت لا اتوني ارغنينج فوسفيت. هلا في عندي انا في الجسمي في عندي اصلا اي تي بي اي دي بي سايكل اوكي. ايش هاي السايكل بحكيلي هاي دائما وشو بتروح بتحول لي بتحول لي ال اي دي بي بتحول لي اياها ل اي تي بي. طب كيف هاد الاشي بصير? عن طريق الالكترون تراسبورت شين تذكروا لما كنا نحكي عن السيدرق اسال تايكل الالكترون تراسبورت شين. اه يلي هي اه انو كيف بتصيروا هيك. فكوننا بنحكي عن الالكترون تراسبورت شين اللي رح تحول لي اي دي بي لأي تي بي. وهيك رح ترجع من اي دي بي لأي تي بي في الجسم. هاللي هي عندي اياها سايكل في الجسم. هلا كيف انا بدي احول اللي هو نتج بالتفاعل رقم واحد اللي هو اللي حكينا عنه بالشوي. اه لاح احاوله لأي تي بي. بحكيلي اول اشي لازم احول الان بي لأي دي بي. وبعدها من الأي دي بي رح احاوله لأمين? لأي تي بي. وكيف بدي احول الان بي لأي دي بي. ادأ استهلك جزي اي تي بي. ورح ندج عندي تو اي دي بي. وبعدها الان بي رح تتحول الان طريق الشو. طريق الالكترونة تراسبورت شين. لفس ما كانو هنا بالاي تي بي. اي دي بيه حاكي. اه عم بحكيلي. في راكشن فور الام ب is produced in reaction 1 اكسر 1 فوسفيت بحكي from ATP and then becomes ADB this means at the end there will be 2 ADB مولاكول كيف يعني 2 ADB مولاكول يعني اخر شيء في التفاعل رح يرجع عندي 2 ADB لاشي انا استخدمت اصلا 2 ADB فعليا هذا اللي بيصير خلينا نرجع ل 3 و 4 عشانا ارجوكم اياها ها ال reaction 3 اللي هو ال irreversible اللي حكينا عنه ها ال reaction 4 اللي استخدمنا في ATP جزئي ثاني عشان ارجع ال ADB بعدين دمجنا هدول التنين سوا اللي هم 3 و 4 وعطانا 5 اللي هو اخذ هذا التفاعل اللي هو النهائي اللي بيعطاني اياها في ال activation بس عم بحكيلي هاد الاشي بيعني انو انا بدي بحكيلي اذا اول واحد من جزئيات ال ADB بستخدمه اول اشي بانو ايش بانو يكون لي من الفاتي اسد والقوة هي فاتي اسد القوة والتاني لو شو بستخدمه اللي هي يكون الرابطة يعني لانها بتحتاجها انرجع عالية والتاني لو شو بستخدمه بستخدم الجزئي التاني ال ATP عشان يحولي ال ADB نفس ما حكينا فعشان نجمع الاشيات عم بحكيلي هذا الفرست ستب في ال beta اللي هي اكتيفشن للفاتي اسد اذا شو اسم الانزايم يلي بيعملي تحفيز لهاي ال اسمه ليش اسمه لان نزل نفس ما حكينا في عندي في عندي يلي هو اصلا اسل اسمه اسمه اسل ليش اسمه اسل بس وهذا نفس الشي عم بحكيلي هنا في البوكس انه شو ال بحكيلي انه بحكيلي انه بحكيلي انه لش بحكي انها مش وتلانب رح يكونوا للرابطة رح يستخدم لل بينما ما رح يستخدم لل هذا هو كل الفرع اه بحكيلي هنا لانا الاتب يكون لانا لما امسك الاتب و احولها لا كأني أنا أنا أسكرة و جايبه تاني تمام و رايح محللة جزيين و لوين لإيدي بي مش لإيام بي لإيدي بي و طلع عندي اللي هما إيه إيه يعني صفت تحليل جزيء واحد إيه 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 بتساوي الطاقة اللي بت بتتكسر من مين من 2-ATP عشان تعطيني 2-ADP و 2-Inorganic Phosphate فبحكيلي انه هاد الانزايم هي الهومين هي الثيوكاينازي اللي حكينا عنها قبل شواء انه ايش بيعمل بيستخدم ATP واحدة والتانية هي اصلا يعني تستخدم ضبنيا يعني معها عشان ايش تحول ال-AMP ل-ATP وهكذا ل-ADP عفوا هلا عم بيحكيلي عن ال-Reaction تبع ال-Activation تبع الفاتيه أسد وان بيصير بيصير على ال-Other-Mitocondrial Membrane ليش لانه ال-Inner-Mitocondrial Membrane ما بيدخل اي مولكيول وخصوصا فيعني لازم يكون في عليك ال-Carrier عشان يحمل هاد الاشي ال-Other-Mitocondrial Membrane رح يصير عليه ال-Activation حلو بينما ال-Activation كان هابن بيحكيلي في فاتيه أسد يعني اذا كان في عندي فاتيه أسد بس يكون فاتيه أسد يعني مش طويلة مش لونغ متل ما بيصير عنا فعليا لانا بستخدمهم الطاقة بتكون أصلا الفاتيه أسد لانا بستخدمهم في أجسامنا معظمهم رح يكونوا لونغ تشين بس في عندي مثلا الموجودين في مثل البيوتريك الموجود في الحليب وهي الـ بكون في عندهم شورت وميديم تشين فاتي أسد فعشان هيك هاي متل ما هون مكتوب فعشان هيك هادولة ما رح يستخدموا أصلا ما رح يحتاجوا لكارير وراح يفوتوا على الموجودين في الحليب الموجودين في الحليب بدون أي عائق وعادي يعني ما رح يحتاج ركارير بالعكس اللي هم مين اللونغ حياتهم هذا هو كل التلخيص لإلنا إنه الـ رح يصير لهم اكتيفاشن وين جوات الماتريك ستبعت الماتوكندرية ليش لأنهم نفس ما حكي هنا ما في إشي يمنعهم إنهم يفوتوا الـ الماتوكندرية ما بتمناعهم إنها تفوت إنها إنهم يفوتوا اثنان اللي هم الشورت والميدوم هلا بينما هلا بحكي لي بالنسبة للشورت والميدوم 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 وفاتي أسد بحكي عنهم إنهم شورت وميدوم لما يكونوا ستة تمانية كاربون فور كاربون هيك بس أكثر من هيك خاصة يعني بصير لونغ هلا البيوتريك أسد للسمية البيوتريك أسد هي أصلا حمز الزبدة بحكي لي لأنهم موجودة في الملك اللي هي في الحليب وفي الداياري برودكت هلا بحكي لي بالنسبة للملك فات بيحتوي على كتير من 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 الشورت والميدوم التشين فاتي أسد ستة للدولة أصلا بصير لهم أكتيفيشن وين حكينا؟ في الماتريكس للميتوكندرية هاي حتى ما تيجي سؤال إنه وين بصير للشورت والميدوم بس إحنا ما إجتنا يعني شو اسمه؟ بتصير لهم أكتيفيشن وين؟ بتصير لهم في الماتريكس للميتوكندرية بعكس اللونغتشين هي اللي بتصير على الميتوكندرية الميبران هلا رح نحكي عن مين؟ عن الترانسبورت لللونغتشين أسل كو اي أكروس الإنر الميتوكندرية الميبران لاش؟ لأنه زي ما حكينا إنه الإنر الميتوكندرية الميبران ما بيفوت أي إشي ما بيفوت اللونغتشين أسل كو اي بدو كارير خاص فيه حلو هلا عم بحكي لي عن النكس تيب بعد الاكتيفيشن رح يصير له ترانسبورتنج لللونغتشين فاتي أسد أكروس الميتوكندرية الميبران هلا عم بحكي لي بكوز مستوف فاتي أسد ذات آر يوز أزا سورس أفا كاربون من ستاشة تمنتاش إني إش يعني أنا معظم الفاتي أسد اللي بجسمي اللي أنا بيستخدمه كمزر للطاقة بكونوا أصلا هم مجرد ما يصيروا أسل كو اي ما رح يقدر يفوتوا على الإنر ميتوكنديري الميبران ليس لأنه هو إمبيرميبل للشارج آيون والشارج موليكيول فعشان هيك رح يكون كتير صعب أنه يفوت الإنر ميتوكنديري الميبران والشارج موليكيول فالشارج أكثر موليكيول بسيطة يعني لازم أكبر على تشارج إلى أن توقلها بحكيي اللي نسبة للإنر ميتوكنديري الميبران إمبيرميبل ويوجد أسل كو اي أسل كو اي إذن ما في عندي أي تشارج أسل كو اي مدام ما في عندها تشارج ولا في أي إش أن تنقل أن توقلها للجوة فعشان هيك انا في عندي اشي اسمه كانتين التشتل هاد التشتل هي عبارة عن كارير سيستم بتروح بتنقلي اللونغ تشين فاتي اسد او الفاتي اسر كو ايه يعني نفس الشي بتنقلي اياها من الانتر ميمبراني سبيس الموجودة في الماتوكنديريا او نحكي من الاوتر الانتر ماتوكنديريا ودخليها على الماتريكس اللي هي من الكارنتان التشتل هاي الشتل من شو مكونة؟ مكونة من كارير موليكول من هو الكارير موليكول راح نكتشف ان هو نفسه الكارنتين مكون من 2 انزيمز من هم هاي موجودة على الاوتر والتاني اللي هو ومش مطلوب منكم تحفظوا ايش اسمعهم او تعرفوا عنهم بس عرفوا ان هم 2 انزيم بواحد على الاوتر والتاني على الانر ومكون كمان من ميمبران ترانسبورتو بروتين عشان شو عشان ينقل لي يقدر يفوت لي اللي هو الاسل الكارنتان لجوة الماتريكس اللي هو ميمبران ترانسبورتو بروتين حلو هذا عم بشرح لي انه بالرسمة انه كيف الكارنتان راح يشتغل بحكينا عن الاوتر ماتو كندريا الميمبران كان اللو اذا اسل كو اي للانتر يعني بساعد الاسل كو اي انه تفوت لهو مين هذا الاوتر ماتو كندريا الميمبران يعني عادي ما في عنده اي عائق انه يفوت هلا عم بحكيلي انه الاسل كو اي صغير بالسبيس بين الانر والاوتر يعني بالانتر ميمبران للماتو كندريا هلا عم بحكيلي اا ما رح يقدر يفوت لهو مين الاسل كو اي فعشان هيكا اا ما في عنده ترانسبورتر للاسل كو اي فهذا شو بده يعمل ايش الحال طيب راح يرتبط بالكارنتان هلا شوف شو بصير بالتفصيل راح يروح الاسل كو اي راح يصير له انتو ملكوال كولد كارنتان اللي احنا حكينا عنه يعني هلا بتروح الاسل كو اي بتترك الكو اي يعني الكو انزيم اي خاصة بتتركه بالسماع بين انر والاوتر ميتو كندريا illegal وبضل من بتضل الاسل بروح اي رتبط مع من مع الكارنتان وبتكون عندي كل الكارنتان هاي هي كل القصة بعدانati راح تكون الاسل كارنيتاين راح يفوت على الميتوكيندريا عن طريق اسمه ترانسلوكيز. اذا شو اسمه ترانسلوكيز من اسمه. ترانسلوكيز يعني بينقل من بينقل اشي من مكان لمكان. عشان هيك يحفظه هو الترانسلوكيز هو البروتين. ماذا ينبيحكي لي بالنسبة الاسل كارنيتاين راح يصير في الميتوكيندريا الماتريكس. الاسل جروب راح تتحرك لكو اي تانية. غير عن الكو اي اللي تركتها في الانتر ميبران سبيس. و راح يعطيني اسل كو اي مرة تانية. وليفري كارنيتاين راح يطلع فريه. راح يروح على وين? في عنده برضو ميبران بروتين. راح برضو ينقل لي الكارنيتاين لالانتر ميبران سبيس. هاي عم بحكي لي هون. what is the انت انتل ناو. عم بحكي لي انه الاسل كو اي بيكم انسايد او بيكم بالاحرة. لانه خلاص دخل. انسايد ذا اه مايتوكيندريا اندايريكتلي. اندايريكتلي لش اندايريكتلي لانها تركت الكو اي بالاول. وبعدين ارتبطت بكارنيتاين وبعدين بس فتت على الماتريكس تركت الكارنيتاين وراحت اه مسكت في كو اي تاني. عشان هيكا اندايريكتلي. باي اندرينك ثرو كارنيتاين اه which is the transfer موليكول. هلا الفري كارنيتاين اسمحكي انا رح يطلع من اه عن طريقة رانسلوكيز برضو. اه يعني هسا رح يفوت عندي فاتي اس التاني او فاتي اس الكو اي. اه رح يفوت على فهسا بحاجة لكارنيتاين الكارنيتاين هدا اللي دخل اول اشي رح يرد يطلع على ويربط في هذا التاني. وهكذا يعني رح تستمر لشتغلة انه اه ينقلوا الاسل كو اي بشكل مستمر لوان للان ارماتو كندري الممبرانو. عم بحكينا عن الكارنيتاين هو عبارة عن اه كتير مهم مركب كتير مهم انه يدخل اللونج تشين فاتي اسد. لانه نفس ما حكينا انه الشورت والميديوم تشين فاتي اسد ما بيحتاجوا لا اه اي شطل. ما بيحتاجوا لاي كارير. بيدخل اللي حالهم عن مادة لكي بصير لهم اكتفيشن هناك. تمام. هلا عم بيحكي لي الكارنيتاين بصير له انهبتد دورين فاتي اسد سينثيسي. ليش? لانه الكارنيتاين عم بيدخل لي الفاتي اسد على الميتو كندرية عشان يصير لها اه يعني تعطينا انيرجي. فهلا انا اذا بدي استخدم بدي اصنع الفاتي اسد لازم افقل انه اه شو اسمه انه يستهلك الفاتي اسد. عشان هيك بعمل انهبشن للفاتي اه للكارنيتاين عفوا. خلال الفاتي اسد سينثيسيس. وهذا رح احكي عنه ان شاء الله اه في الفيديو هذا الجاي. هنا بيحكي لي نفس الشي يعني اعادة. هلا عم بيحكي لي هنا ليش? انه اه اه انا سميتي الكارنيتاين الشتل بهذا الاسم يعني او هذا الموضوع. عم بيحكي لي انه ايش يعني الشتل اصلا مين? هلا بيحكي لي الشتل تيك سمبادي او سمثنج فروم اه اه واي بلايس او انادر ان ات ووكس كوندينيوسلي. يعني هو عم بيوخد الشتل بشكل عام عم يوخد اشي من مكان لمكان. فعشان هيك اسمه شتل. طب شو يعني شتل في العربي اسمه مكوك. ايش يعني مكوك مكوك يعني مكوك كارنتاين احنا اللي عنا يا. انا عم ينقلي اشي من مكان لمكان. بس هاده هو كل ايضا. وهنا اسمه مكوك او شتل. ليش لانه بينقلي الاسر كو اي مثل المكوك. بس هاهي كل اصلا. هون عم بيحكي لي عن مين? عم بيحكي لي عن الفاتي اسل كو اي يعني هلا فاتت على الماتريكس. شو رح يسر لها? اول بيحكي لي هنا هاي ستبس بيحكي لي شو هاو فاتي اسد از اوكسدايس ان ديتل. يعني كيف بصير البيتا اوكسدايشن في الديتل. يعني خلص بالتفاصيل. يعني خلص هلا اصري له اكتيفيشن الفاتي اسد. فاتي اسل كو اي حلو. فات على الماتريكس كل شي تمام. هلا ايش اول ايش بيحي يصير? بحكي لي في عنده هاي البيتا كاربون. اللي هي كاربون نمبر 3 زي ما عرفنا وزي ما حكي تلكوا. ايش رح يصير لها هاي الكاربون? رح تفقد身 لها التي هي الا Gun alpha اللي هي number 2 رح تفقد برضه H يعني رح يطلع عندي H2 اوكاي. من رح يكتسب هم هذول? رح يكتسب H2 طبعا اللي هي عبره عن Hplus 2 Hplus plus two elektronis. رح تخصوا هم stored FAD. رح تتحول الاف اي دي من الف اي دي لف اي دي اشتو. وشو رح يتكون عندي طبعا بما انه طلع عندي اه الهود اه اه رح يتكون عندي دبل بويند هون. حلو? ايش اسم الانزيم يلي رح يحول لي اه الفاتي اسل قو اي لهذا المركب اللي هو في اه دبل بويند مش ضرورة تحفزوا اسمه. لانه الدكتور اصلا نفسه ما ذكروا في الانه اه في المحاضرة. اه احفزوا بس ال اه الانزيم زي انهم كتير مهمين. واحفزوا هون النواتج كتير مهمين كتير كتير كتير. لانه رح تنسألوا عنهم انه كل بيتا اوكسيديشن ايش رح يكون عندي الناتش? لكل سايكل. هلا رح نعرف وراح نحكي عنه. هلا ايش اسم الانزيم? اللي هو اسمه اسل كو اي دي هيدروجينيز. لاش اسمه اسل كو اي? لانه السبستريت اسل كو اي نفس ما بنعرف. دي هيدروجينيز لانه عم بشهيل اه لهم تو هيدروجين اتم. من الفة ومن بيتا. بس هي هاي كلها يعتها. هاي بالنسبة لستبنى هلا طلع عندي هذا اللي هو الانويل كوية وبرجع بحكي لكم انتم مش مطالبين في اسمه. بس انكم تعرفوا انه هون في عنده عم بحكي لي اه عم بحكي لي هلا انه عم بضيف له جزيق مي. اه بعد ما اضيف له جزيق مي رح يتكون عندي اذا كان دري الكحول. حلو. ايش اسم الانزيم? اسم الانزيم هيدراتيز. ليش اسمه هيدراتيز? لانه هو عم آآ بيضيف جزيق مي. ليش اسمه هيدراتيز مش هيدرولايز مثلا. لانه هيدرولايز عم بيكسر للرابطة. حيرو وعم بيضيف جزيق مي ماشي بس بيكسر للرابطة. بنما الهايدراتيز عم بيضيف جزيق مي بدون ما يكسر الرابطة. فعشان هيك انا عم بحول الانويل كووي اندو هيدروكسي اسل كووي patient asol. اه با اه الهايدراتيز l enzyme عم بيضيف جزيق هلا تكون عندي سكندري عالكو حول وهذا نفس اللي حكيته انا يعني ما في اي 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 شو اسمه اي زيادة الا اللهم هون بي هون هون كاتبين انه بصير انه 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 هاي بصير لها انه هاي بصير لها اللي هو الفاتحة اصلكو ايه ليش لانها فقدت الطبعا وهاي بصير لها بس هاي هي كل القصة وهنا نفس ما حكينا نرجع لها اللي هي الاسطب نمبر ثري ايه عم بحكيلي انه التلاتة هييدروكوسي اسل شو ره حيصلر له هلاem? راح يصلر له برضو راح يتحول سو شو راح يتكون عندي كيتو اسل كو ايه ليش اسمه كيتو اسل? لانه في عندي كيتون هون وفي عندي الشو اللي هو اصلا هادا اللي هو اسل كو ايه ليش لانه اصلا هادا حمتكربوكسيلي هادا اسل فعشان هيك اسمه كيتو اسل طبعا هاي هاي الحملة برضو رح تطلع عندي شو رح تاخد 2H فلما تاخد 2H من وين رح تاخد 2H مش من الفا و بيتا نفس ما حكينا لأ رح تاخد ال H من هنا من ال OH من مجموعة الهيدروكسل و رح تاخد من هنا من الكربون اللي حاملتها بتطلع عش 2 رح تعطيهم لمين لل NAD plus اللي رح تتحول ل NAD وهيكا رح يتكون عندي الكيتو اسل بس هون رح يكيلي انه هون هي بيعطيها ال NAD plus رح تتحول ل NAD H و هاي هي انه بيطلع عندي 2H انه بيعطيها اياهم و رح تكون عندي كيتو اسل بالنهاية هلا عم بحكيلي بالنسبة لهي ال 3 steps رح يحول لي CH2 لوين لكيتون جروب هاي تطلعوا خلاني نرجع هاي CH2 اللي هي بالبيتا كاربون شوفوا التدريجاتها و رح تتحولت ل اه double bond اللي هي الكين نفس ما بنحكي احنا وبعدين اتحولت لها هي دروكسلي جروب اللي هي سكندري عالقحول و من سكندري عالقحول انتو كيتو اسل اللي هي كيتون بالاحرة و حكينا ال steps واعرفوا ال steps كتير كويسين انه اه كتير كويس انكم بتحفظوهم لانه كتير الدكتور بيجيب عليهم اسئلة انه مثلا اه ايش تنتج عندي بالبيتا اوكسيديشن اه 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 نتج عندي FADH2 نتج عندي 1 NADH و رح يندج عندي هلا كمان شوي رح نحكي انه 1 اسي تلكه ايه و هيك يعني هيا تحولت لي CH2 هاي اللي هي three steps لكيتون جروب و الكيتون جروب حكينا اه اه بيكام in place of CH2 نفس الشيء بحكي لي the first enzyme اسمه اسل كويدي هيدروجيناس رح يلاحكينا عنه النهو استخدم السابستريت الي هو اسل كوي ايه و ده هيدروجيناس ليس انه صار 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 اللي هو الامين لا ال FAD صار صار ال 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 الى ريتاكشن فهذا تفعل تحول تحول ال FADH2 عم بحكي لي هون ديرار ماني اسل كو اي دي هيدروجينيز اكوردينج تو دا لنكس اف دا كاربون. يعني انا عم بحكي اسل كو اي اوكي? ليش? لانه بشكل عام. بس كمان شوي مثلا بحكي اه بالماتويل كو اي هيك لهيدروجينيز. وهكذا. يعني كل فاتح اسد له اه اشي خاص فيه. انه هو اسم خاص فيه. عم بحكي لي هون عن السكند انزامي اللي هو من الهايدراتيز. الهايدراتيز اي شو حكيان عند انه اه بيعمل كتاليز لله اديشن افوتر. اللي هي نفس ما حكي انا مش هيدروليز اللي هو بتسلل الرابطة. واخر انزام اسمه الهايدروكسي اثل كو اي دي هيدروجينيز. لاجه اسمه هيدروكسي اثل لانه بيشتغل الهايدروكسي اثل كو اي لانه بيشتغل على اهيدروكسي اثل اللي هو يا هي دي هيدروكسي اثل الكو اي سبست Governor الهايدروكسي استقامل السكندوريكسي الاي كورو الكيطى اي لهايدروكسي اثل وانه بعشرة to the substrate. عم بيهكي انه الدكتور advise you not to memorize the name of the enzyme. just know and understand what happened in the reactions. اللي هي the new can know the name of the enzyme. نفس ما هكتلكم انه مثلا كل enzyme بيعتمد على السبستريت وهكذا يعني يعني زكي انه سبستريت رغش شكل انزيم. فعشان هيكة انت افهم الفهم ما تحفظ حفظ. كتير بيسهل عليك الموضوع. فهونا عم بيحكيلي شو في هاد الرياكشن هاد الرياكشن هو تفاعل حلو. لا عفوان هاد التفاعل الموجود بالسيتريك اسيت سايكل. يس اللي هو تحول للساكسينيت للفيوماريت. لا الماليت للاغزالو اسيتيت في النهاية. اه عم بيحكيلي انه هون فلنفرض انه شلنا هون اللي هي بنقوسين اكسي اللي هي ايش الهايدرو كاربون تشين وحطينا بدالها السي او او ماينس يعني حطينا بدالها كاربوكتري جروب. هون نفس الشي شلنا الكو اي وحطينا بدالها او ماينس. يعني صفت عندي ساكسينات. رحا تصفي نفس الخطوات. بس انو بقولي انو رح اتصفي نفس الخطوات. انو هون رح اتنتج عندي اف ادي اش تو مثلا. هون صرفي عندي الكين اللي هو دابل بوند. هون اضافي لها مائي صار لها بهايدراتيز صار لها او اتش اللي هو سكندري الكحول. لهو تكون المالات مثلا. وهو مثلا اني ادي بلاس بردو اخدت الاتش تو. وهكذا يعني وتكون عندي اخر اشي اللي هو الكيتو اصل. لهو العزاروستيت. هلا عم بحكي لي بدنا نرجع للرياكشن تبع الفاتي اصل قو اي. هون مش تكون عندي اخر شي كيتو اصل. هاياتو كيتون جروب. ونفس ما حكينا الفاتي اصل. هلا ايش بدي اعمل له? بدي اعمل له كليفج. كيف يعني كليفج? يعني بدي اعمل اه تكسير بين الفة و بيتا كاربون. بدي اكسر الرابط اللي هون. عن طريق الشو? عن طريق اني اضيف كو انزيم اي. عن طريق الشو? عن طريق انزيم اسمه ثايوليز. هلا عم بحكي لي. اللي هي. انا بدي اشيل كاربون ننبر وان وثو علا شكل استل كو اي. هاياتهم. هاي ون وهي تو اللي هم هون. ون وثو. وطلعو على شكل استل كو اي. هلا بحكي لي هنا. حلو. انا ضفت جديد عشان يحفز اللي هو التفاعل التكسير هد. هلا بحكيلي بعدين كاربون نمبر ونو تو. كم اوت از ازت الكوينة بسم حكينا. والرست اف دا كاربون او فاتي اصد اسمو بصير اصل كو اي لش لان انا ضفت جديدة فعشان هيك تكون عندي فاتي اصل كو اي من جديد. هلا ايش البرودكت اللي رح ينتج نتيجة اذا حللتو ايني انا اذا فكيت هذا يعني بتفاعل هادرولسز فكيتو بمي. ايش البرودكت اللي رح ينتج. رح ينتج عندي هون اكيد هون حمد كاربوكسيلي رح يكون وهنا برضو حمد كاربوكسيلي. لان انا فكيتو بمي. او واحد كحول والتاني لا استنى شوية عفوا هاي رابطة استرية. اه فرح ينتج عندي هون نفس ما هو حاطيني بيحكيلي الفاتي اصد. لان رح ينتج عندي فاتي اصد نفس ما حكينا. هياتو فاتي اصد رح ينتج في حالة المي هاي. يعني انا ما استفدت اشي اذا حللتو فمي. لانو هادا الحكي غلط. ما رح يصير هيك في جسمنا. لانو زكينا عم بضيع لي طاقة لانو انا اصلا الاكتيفيشن اللي حالو استخدمت فيه. فليش انا اروح احللو بمي واروح ينتج عندي فاتي اسد بدون فاتي اس الكو اي. وارد مرتاني عمل لا. ينتج عندي من مرة فاتي اس الكو اي. احسن بكون. وبكون جاهز الرابطة. وهيكا انا بحافظة الاتي بيدي اندي. عاي بحكي لي انه هو هادا مش مش الاشي اللي بيحدث بجسمنا. لانو اللي بيحدث بجسمنا انو انا بضيفي الكو انزيم اي اللي فيه اصلا من السلفي جروب. فعشان هيك انا بستخدم بحكي للتفاعل بسميه انه ليش لان انا فيه سلفي جروب. هيا هنا ازعني عشان بتаксим إن is the zombies. هلا بحكي لي بنسبه لل continued information يعني عشان بضيف على بعكي لي انه بالنسبة للoun authentication اني fruitful اي انا بضيف들을 عشان ايش يصير? عشان اه عشان يكسر الرابطة. متل مين? متل يلي بيكسر لي اه باضافة الفوسفيت فيها. حكينا احنا بنضيف اللي هو عن طريق الانسايم بس في هاي كلاياتها. هلا بدي احكيلي عن الانيرجي يلي بتنتج من الفاتي اكسيديشن. حكينا الانيرجي كتير عالية. بالفاتي اسد مقارنة في كربوهيدرات. طب هلا بدنا اه نثبت هدا الحكي. عم بحكيلي انه اه عم بنتج لتسعة كيلو كالوري بير جرام نفس ما حكينا. اه تقريبا ضعف هي اللي بنتج الكربوهيدرات اوكسيديشن. هادا الكليات اللي بنعرفه حكينا قبل المرة الماضي. هادو كاركوليت دا اينايرجي. كيف بتي احسب انا الانيرجي اللي بتنتج من الفاتي اسد اوكسيديشن. هلا عم بحكيلي هاو ماني كاربون هادا الفاتي اسد محطيني ايها بحكيلي اكمل كاربون فيه هادول الاربع عشو كيع وهاي خمستاش وهي ستاش اذا اديك كاربون ستاشر كاربون. هذا هذا الفاتي اسد بما انه مش حاطر لك في دابل بوند اذا شو بدو يكون? بدو يكون ساتوراية الفاتي اسد. اذا شو اسمه? اسمه بما انه معاة اي اذا بالمتل كو اي بيصيم اسمه. السمحة هنا. هلا بحكيلي بعد ست اه سيكس سايكل يعني من البيتا اوكسيديشن ام ايش رح يندوج عندي هلا رح يصير ايه صلك اصيلة احنا بنعرف انه بكل سايكل من البيتا اوكسيديشن بيدوج عندي وان اف اي 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 اتش و اه وان اسيتل حلو? هلا عم بحكي لين برضو واحدة عم بحكي لي اه هون هاي في غلطة هي هاي استل كوينة استر موجودة هون هياتها بالاخطاء انا هاي عبارة عن استل كوينة هاي حاطي لك سهل وهي مجيش اكتر مهم يعني بس عشان اللي بدقق على الرسمة وهيك وام وهلا بنحكي هون عن بحكي لي هوماني ان اي دياش نفس ما هكينا واحد بحكي لي بعد سيكس سايكل من البيتا اوكسيديشن هوماني كاربونز هلا كيف تحسبو هاي الشغلة هلا هي مش عددها ستاش حلو هلا احنا هكينا بكل سايكل رح يندوج عندي واش رح ينقص عندي حلو هلا بتضرب بتضربها في اتنين ترفض ستة في اتنين اذا بيطلع عندك اتناش قدي يضل من الستاش بيضل عندك اربعة كاربون فهلا عم بيحكي لك بعد يعني بعد اكم رح يضل عندك كاربون اكيد رح يضل عندك اربعة يلي هم الستاش ناقص الادة ناقص الاتناش اللي طلعوا نتيجة ضربك الستة الاتنين فبيطلع عندك اللي هما اربع اللي رح يضلوا الاسمو بيوترك اسد اكيد متل ما حكي هنا اللي هو اللي بيوترك كويه او بالاحرى بيوتري اللي مفروض تكون كويه رح تكون اف ادحج 2 ان اي 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 تحجيا واستر كويه كلهم وانو مول وانو مول وانو مول وهكذا عم بيحكي لي بالساكل نوبر 7 لنفس الابا متل كويه لنفس الفاتي اسد بحكيلي. يعني كيف يعني 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 اضرب سبعة في اتنين اربعتاش. وهو ادي كاربون عنده ستاش. فراح يصفي عندك ايش? راح يصفي عندك تو كاربون. طب ما احنا عارفين انه تو كاربون اسمها ازت الكوية. اذا خلص. صار كل النواتج ازت الكوية اذا خلصت. يعني بعد السبعة سايكل ما في عندي ما في عندي تمانية. يعني خلص خلصت بالنسبة للفاتي ياسد. هاد اللي هو البالمة الكوية. ام. انا عم بحكيلي انه انا مثلا عندك كان في عندي ستاشر كاربون مثل البالمة الكوية نفس ما حكينا. بده سبعة سايكل عشان يصير له كت انتو كاربون كاربون سي الجزء ايه كوية. ها هان هادة عم بيسألك سؤال انه بدر اني احكي عن الاس توكيه اس توكيه? اكيد. لش? لانو هو عبرة عن اش? كاربوكسرق اسد. والاست الكوياي شو ه? عبرة عن تو كاربون كاربوكسرق يعني كاربوكسرق اسد. فكل اسد الكوية فعلا هو عبرة عن اس توكيه. بس ما بقدر اني احكي انه كل اس الكوائي هو عبارة عن اس الكوائي ليش? لانه الاس الكوائي ممكن يكون اكتر من 2 كاربونز. بينما الاس الكوائي هو عبارة عن 2 كاربونز جست. بس. هلأ بدو يرجع للكالكوليشنز. عم بحكيري انه بعد 7 سايكلز للبالمة الكوائي اللي كنا عم نحكي عنه. الفاتي اسد. بعد 7 سايكل انه خلص خلص انه صرر له بيت اوكسديشن. يعني بشكل طام. رح يرجع عندي 7 ف اي 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 اش 2. 7 اي 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 اتش. نفس ما بنعرف. و 8 س تلكوائي. لأي هنه كيف اجينا التمانية مش هو 16 اصلا. قسمناها عه 2. لانه بيطلع بكل مرة بيطلع كل سايكل بيطلع عندي بينقص كربونتين. ف 16 اه تقسيم اتنين رح يطلع عندي 8 س تلكوائي. لو هاف كاربون نمبر. اي 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 عم بحكيلي هنا بالنسبة اللي نتجت راح تروح عشان اطلعني بحكيلي بشكل مبسط انه راح يعطيني اه هو فعليا بيعطيني واحد ونص زي ما بنعرف كلنا بس احنا مجازيا عشان الحساب راح نحكي هيا هيا اطلعني هان هاي غلطة هي هون عقصة التصليح افون هي هون هيا اطلعني هان اه او عشان هيك السبعة اي 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 بستريك است سايكل. راح تعطيني تلاتين اي دي اتش وان اف اي دي اش دو اند وان اي تي بي. وبعدو موجودة بالاحطاء هي هي هون. يا سياتا. اي 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 ايا هياتا. هلا عم بحكي لي اخر اشي راح تعطيني اتناش اي بي. اه لكل اه است تلك اي. هلا بحكي لي طب لتمانية است تلك اي قدر راح تعطيني من الاتناش بضرب تمانية في اتناش اكيد راح تعطيني ستوتسعين اي تي بي. هلا بجمع كل الاتي بيز اللي نتجوا من مين اه من الفاتي اسد اللي كان عنا لبلمة تلك اي. اللي هم اربعة عشر و واحد وعشرين وستو تسعين. هيدا بطلع مية وواحد وتلاتين. هلا تتذكروا انه احنا استهلاكنا في دعونا الفاتي اسد الكو اي. فعشان هيك راح اطرح من مية وواحد وتلاتين. بطلع عندي مية وتسع وعشرين. حلو? اي تي بي لكل مول من السي ستاش فاتي اسد. انتبهوا انه سي ستاش لانه احنا بناخد عن هاد الميثال. عم بحسب له. شو اسمه? ال ييلد. يعني. هلا اكمبارينج بيز كاربوهايدرات. هلا انا اذا بدي اقارن في الكاربوهايدرات. اهنا هكيران الكاربوهايدرات بالجرامات اه انه الفاتس بتعطيني الضعف من الكالوريس. طب هلا بالنسبة المولات. هلا بحكي لي كم عدد اللي بيعطيني كم هومان يهياتها. اي تي بي. مش واني جرام. من وان مول. من وان مول افو غلوكوز تذكروا انه غلوكوز بيخضع وبرضو بيندجلي بالقلاكوليسز الطاقة قبل ما يفوت عسترك اسا تايكل. وبعدين بفوت عسترك اسا تايكل وبرضو بيعطيني طاقة. واخر اشي على اه. وبرضو بيندجلي طاقة. وكل مجموعة طاقة رح يكون ستة وتلاتين اي تي بي. مقارنة مية واحدة وعشرين ستة وتلاتين يعني هي ولا ايش. بالنسبة للمية مية وتسا وعشرين. فالفاتي اسد رح يعطيني ثلاث مرات. يعني ثلاث اضعاف. الاتي بي رح تلطيني اياها الكربوهيدرات. اه. بحكي لك بس اني على انه انه هاي بير مول. مش بير اه جرام. بينما باي جرامز اذا بد احولها باي جرامز بحكي لي انه انا اقسيمي على الموليكولورويت لكل واحد. بحكي لي بعدين بطلعوا بالجرامز. ورح تكتشفي انه نفس ما حكينا انه الفاتي اسد رح يعطيني ثلاث يعني ضعفين ما كان عليه مقارنة اه بالكربوهيدرات. اه اللي هو هادا بي الحكي بالجرامات. بس هادا عم بحكي لك انه عشان يأكد لك انه الفاتي اسد اه اللي هو الاكسيديشن لاله اه اه ماتش هاير ذان داماونت بروديوز باي كربوهيدرات. يعني هو مور افشنت. مور عفوا افشنت للانيرجي. هلا بنسبة اي كارنيتاين ديفيشنسيز بحكي بنسبة اين يعني امين معروف. يعني في مجموعة امين يعني في نايتروجن في الموضوع. وهلا ابحكيلي اه اه ان كانت تشتل كيه لي اكتشت حياه اياتو بس هاد هو اه تخيلو اه والكارنة تان اه تقدر من الكنتين انا بدا اجيبت الكنتين اطفل. ممكن اجيبه من يعني بتقدر تصنع الكارنتين. بس ايش بدها بدها امين واسس. عشان تقدر تصنع الكارنتين. وان من صنعه احنا تحديدا. من صنعه في البروب الكدنة. ممكن ان اجيبه من ديت ريسورس. هلا بيحكيلي بالنسبة الكارنتين هاز اذر فونكشنز ايش هما? وضائف الكارنتين غير انهم ينقلوني اللونجتين فاتي اسس او فاتي اسسل كو ايه للا ما تقدريه من بيحكيلي انه تروح تصدر برضو كمان بتصدر فاتي اسسل. وغير هيك كمان بتعمل يعني ايش? يعني بتطلعها برا الجسم. يعني يعني بتخليها من المخرجات لمين? يعني مدام دولة ما بقدروا يسررهم اه في الجسم اه ما في داعي انهم يضلوا عشان هيك الكارنتين بتروح وتمسكهم وتعملهم بلا تمشي زم. هلا بيحكيلي انه ممكن ان كارنتين اه يصير يعني في الجسم الانسان وممكن يكون له سببين اما كونجنشيال اه اللي هو خلقي او ممكن انه يكون سكندري ديفجنزيس. هلا بيحكيلي بالنسبة لهنا بيحكيلي هنا ممكن انه يكون اسبابه انه ديكريز ان سيانتزيس اف ذا انزيم او ديكريز ان ابتك او ديكريز ان ديكريز ان ديكريز ان تيبيولار اه ري ابسوربشن اللي هي والرزالت ان ادفكت. اللي هي بينتج عندي خلل. هدول هدول الاسباب مو كتير مهمين يعني انه عادي يقراوهم قراءة. لزا ما عادتوا تحفظوهم. بس مروا على كل اشي لانه كتير ضروري. تمروا على كل اشي. ما حدا بيعرف كيف السؤال بيجي. اه في اه ممكن ان يكون نفس ما حكينا انه الليبر والكدني هم المسؤولين انهم اي اشي يصل عن الكارنتين. فاذا كان في عندي ما رح يقدر يصل علي الكارنتين سو. رح يكون عندي اه في عندي ليش لانه احنا حكينا انه الديتري هي عبارة عن سورس لا الكارنتين فاذا كان في عندي يعني ديفيشنسي والاكور. اه هنا انه ممكن انه الكارنت هنصر عليها اه بصر فيها ديفيشنسي بالاخير. يعني رح يصر فيها استهلاك كبير. مقارنة بانتاجها يعني. اه هلا بحكي لي في احنا من حكينا من اكثر تشو بصر فيها البيتا اوكسديشن. مين؟ ليه المسل معروف. وشوية شوية شوية اللي هو من الليبر. فعشان هيك الليبر رح يتأثر بشكل قليل بينما المسلز رح يتأثر. the most affected part in the body is the muscles or are the muscles. لا احرق. the deficiency of carnitine in muscles بحكيلي will cause a decrease in the ability to use fatty acids as a fuel. يعني انا ما في عندي كارنتان. so ما رح هادل استخدم الفاتي اسد. اه كوقود. فعشان هيك رح يصر في عندي accumulation للفاتي اسد. عندي branched chain. اه اصري group in the cell. ليش branched chain مش هكينا بعملها export لل branched chain. بعد رح سرنا accumulation. لشانو انا اصلا ما في عندي كارنتاني ننقلها. بحكيلي اذا المسل isn't able to make energy from fatty acids. يعني هي اصلا ما بتقدل تعمل من fatty acids energy. طب اصلا شو بتتعمل? البديل رح يكون الكربوهايدرات. فعشان هيك رح يقدي له هايبوغلايسيمي وهذا الحكي. رح يقدي له muscle cramps. رح يقدي له pain in the muscles. لشانو ما في عندها الا الكربوهايدرات كمصدر للطاقة. اه بحكيلي بالنسبة. ليش الميت? لانو احنا حكينا انو بصير اكتر اشي في المسلز. والمسلز اش هي هي ميت. فعشان هيك اه احنا بنحصلو كمان من بره من الغداء. بنحصلو من اللحمة. وبحكيلي اللي بصير عندي الهيومن بصير برضو عند الانيمالز اه انهم بيستخدموا الفاتحة اسس كسورتف انيرجي. وهنا بحكيلي انو الدكتور اه جايب سؤال في الامتحان. عن المصدر تبع الكارنيتان. كل هذا ما نعرف الكارنيتان المصدر ومن ايش بدوكم من اللحوم. يعني من الميت من الليفر. وهكذا. من المسلز. بس مش مثلا يجبيلك سبيناتش يجبيلك كورن. وتروح تحط واحدة منهم. اكيد لا اكيد ميت الجواب. ليش لانهم هدول التنين. ما بيستخدوهم البيتا اوكسوداشن اصلا. يعني اذا طلب منك فيتامينز متل ما هون مكتوب بحكيلك. فممكن انه تكون يعني ليش? ليش لانه اه شو اسمه هو بسر لها كتير. فهي بحاجة لهاي لاشي. ويعطيكم العافية.